هو صحيح مرسي كولر أفش وزعل والدايء وتنرفز عشان مصطفى أشرف؟ بص أنا بس في حاجة نسيت أقول لك عليها في قصة أبو جبل يلا أبو جبل اتبلغ بمعاد أول تمرين ليه في النادي الأحلي أصلا أصلا عشان نسبة بفضل معلومة أن أبو جبل تم إبلاغه أن أول تمرين عليك أنت وعمر كمال عبد الواحد حيكون يوم ستة في برايف اللي هو التمرين لأن الدولين خدوا راحة أسبوع لأليه طبعا بكر عنده تمرين رجعين بقى يوم الثلاثة الجاي فتبلغ أنه وعمر كمال حيكونوا موجودين يوم الثلاثة وأنه حيكون في قبليها بكام يوم جلسة التصوير بتاع البروم وبتاع إعلان تقل ده بس عشان نقفل ملف محمد أبو جبل قبل ما سقط حلو ده محمد أبو جبل مصطفى أشرف بحكي مصطفى أشرف في ده قصته أن مرسل كلف طلبه أكتر من مرسل يكون موجود في النادي الأهلي كان فيه تحرك من النادي الأهلي كان فيه كلام النادي الأهلي بعت عفض للنادي استعارة النادي الألماني بقى أفضده وطلب أنه لو تحصل على اللاعب يعني تحصل بشكل نائف فالأهلي كان عنده رغبة أن يجي أعارة فالمرضو هتقفل ما علمته أنه طبعا الزمالك دخل في الصفقة بتاعت مصطفى أشرف ممكن مهب حيأكد المعلومة يعني ومفس الكلب قال لهم ده لعيب واعد وممكن يبقى إضافة لخط روسط وكان فيه تحفظ من لجنة التقطيط إن إحنا نجيب لعيب دلوقتي خاصة هما شايفين اللاجئ إن خط روسط يعني يقتز بالعدد من النجوم فهما رفضوا فكرة التعقود معنا فأقول الله في زعلان جدا اللاعب ده كان شايف إن هو ممكن يكون أحد العناصر اللي تكون بتشكل مستقبل خط النص في نادي الأهلي وكلر رغم من الزحمة اللي عندهم كان عايز برضو نصفى أشتر أنت وضو أليو ديانجي يعني وابد جدا في أي وقت إن ممكن نهاية الموسم ديانجي يفحل على النادي الأهلي يعني فهو دايما بيأمل للوقت دي بقى أنا سعتين بنقول إن أليو ديانجي هي مش آخر الموسم بالزبط أه مش هقول مش عايزي مش هو الأهلي مش عايزي مش شيء العرض اللي بييجي دايما لأليو ديانجي مش متناسب مع رغبة النادي الأهلي لأن ديانجي من سنتين لأهلي كان بتكلم في 8 مليون فأنت النوضة لما يجي له عرضي بـ 2.5 مليون ولا 3 مليون زي اللي بيحصل اللي هو عرضي بتاع القطر بالقطر طبيعي أنا كنادي أهلي مش هوافق أنا كنت بتكلم إنه حبيعك بـ 8 مليون فأنت لما تيجي تقول لي 2 مليون رقم بعيد جدا لكن لو كلمنا في خمسة مليون ستة مليون ممكن يبقى في كلام بقى ساعة بس أكلمك بصراحة قولي مش هيجيبه بقى مدخط فأنا إنه الأهلي كإدارة وكتعاقدات هم أفضل النادي بيتعاملوا في هذه الملفات في مصر بس اللاعب كل ما بتقدم بله عمر السعر هيقل السعر هيقل وخلي بالك ما بيشاركش وما بيشاركش كمان يعني برضو الوقت ما بقىش شارك ومستوى بيقى؟ ومستوى بيقى؟ ومستوى بالزبط يا فاضل أدي إيه في العقد؟ سنة سنتين ثلاثة إنت كل ده بيفرق فأكيد مش تسبت على 8 مليون أو 6 مليون ما أنا عايز بقى حاجة بقيبة نقص من بلد نصين يعني لو أنت هتديني 5 مليون مثلا فيهم وحزود مثلا إعادة نسبة بيع مع الحاجات الليل التسوقية أو البونس اللي بتحط في العقد أوكي لكن لو بتتكلفت 2-3 مليون أنا أنا كنادي سين رايح هشتري ألو دينج من النادي الأهلي وهو لسه صغير وأنا شايفه لعب واعد وممكن يبقى أحسن من كده ممكن يدفع 8 أو 7 مليون جنيه صحيح لما اللعب شفته بقى شوية بقى عادي خلاص واخد خبراته بس لما خد خبراته بقى أقصر مستوى ليه في الحتة دي هنا أفكاري هو برضو استوليك شوية هنا أفكاري هتكتري هتتغايف طيب بالزبط يعني طيب